بيان وزارة الداخلية الذي صادر في أعقاب دعوة لإسقاط المؤسسات وجهها ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم مالياً وعسكرياً من الإمارات الطرف الأكثر تأثيراً ضمن التحالف في المحافظات الجنوبية من البلاد وزارة الداخلية في مواجهة سلوكاً كهذا دعت قوى الهيمنة الجديدة ممثلة في السعودية والإمارات وبقيت دول التحالف الأقل شأناً وممثليها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المستعادة إلى تحمل المسئولية القانونية في تأمين سلامة الأوضاع في هذه المناطق وزارة الداخلية أكدت في الوقت نفسه أن أجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي أعمال فوضى وتخريب تطال مؤسسة الدولة ومرافقها وتعطيل مصالحها وإقلاق السكينة العامة وتهديد السلم الاجتماعي تحت أي غطاء أو مبرر مجلس الوزراء أكد من جهته بإزاء أحدث حلقة في سلسلة التآمر على الدولة اليمنية والتي تقف وراءها ذات الأطراف التي تآمرت على إسقاط صنعاء أكد موقفه الداعم والثابت المساندة للرئيس المنتخب عبد الربو منصر هادي ولشرعيته رئيس للجمهورية اليمنية ولمشروعه الاتحادي الحافظ للدولة والمجتمع والرافظ لكل أشكال التمرد الحوثي والانفصالي وكل الأعمال الإرهابية إشارة أخرى إلى خطورة الوضع الراهن في المحافظات الجنوبية والتي تشير إلى ترتيبات التحالف الخفية والمعلنة بشأن فرض أمر واقع عنوانه الانفصال في هذه المرحلة السيئة من تاريخ اليمن بيان مجلس الوزراء طالب تحالف الرياض أبو ظبي بتوحيد الكادر المالي والإداري لجميع الوحدات العسكرية والأمنية في إطار الكادر المالي والإداري لوزارتي الدفاع والداخلية وإلى منع صرف مرتبات للوحدات العسكرية والأمنية خارج إطار الدولة وفي الوقت نفسه وجهت دعوة لما يسمى المجلس الانتقالي بالاتجاه إلى العمل السياسي والتخلي عن أي تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة الشرعية يأتي ذلك فيما يقوم المبعوث الأممي مارتين جريفث حاليا بزيارة إلى أبو ظبي لعقد اجتماعات مع قيادة المجلس الانتقالي وكبار المسؤولين الإماراتيين على نحو يعيد إلى الأذهان زيارة المبعوث الأسبق جمال بن عمر إلى صعدة في سبتمبر 2014 بينما كانت الميليشيا وبدعم من هذه الدول تواصل اقتحام صنعاء دون مقاومة من جيش الدولة وأمنها وهو أمر تسبب في جر المتآمرين إلى حرب على الساحة اليمنية لم يخمد أوارها حتى اليوم